النهاردة النادي الاهلي اختتم استعداداته لهذه المباراة على استاذ القاهرة الدولي اللي حيستطيق في هذا المحفل العالمي تحت شعار العالمية الاهلي النهاردة كانت تدريبات مهمة خفيفة لان الاهلي خلاص ذاكر الاهلي حضر على مدار الايام القليلة الماضية بعد الفوز وطوية السوبر المصري فاللعابة تستعد الرجل كولر اتفرج على ماتشين ثلاثة لنادي العين الاماراتي وافعى نقاط القوى والضعف دي لقطات من مران النادي الاهلي النهاردة في استاذ القاهرة الدولي اللي كان المران مفتوح اول ربع ساعة تبقى يعني البروتوكول المتبع او تبقى لوائح الفيفة يعني للسادة الاعلاميين اللي حضروا واخدوا بعض اللقطات من تدريبات الاهلي الخفيفة اليوم اللي اكيد ما تصورش من المران هو الجانب الخططي اللي ركز عليه كولر اللي اهتم بيه كولر بخلاف خلي بالك برضو في نقطة مهمة جدا هقولها لك من كواليس النهاردة كان فيه فقرة مطولة دي ما تصورتش الكرات السابتة او الدربات السابتة اللي ركز عليها كولر بشكل كبير اوي 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 وكان بطالها الاول يحيى عطيته الله برضو بحاول اعايشك في الاجواء اعايشك في الكواليس الخاصة باستعدادات النادي الاهلي لهذه المباراة بالمناسبة في اخر المران كان فيه فقرة تم تخصصها لتدرب على رقلات الجزاء الترجحية اهلي خلاص يعني اخر شهر ده كان فيه مطشين بضربات جزاء الترجحية والاتنين كان قدام زمالك مطش كان غير موفق ومطش تاني كان موفق فانك تتمرن برضو لازم ده امر لابد منه لانت في كل الاحوال ممكن المباراة السيناريو بتاعها يروح بك للاوقات الاضافية وبالتالي يبقى فيه ضربات جزاء ترجحية يعني فده حصل في نهاية المران بالمناسبة كمان النهاردة كان فيه تقسيمة خفيفة قبل ضربات الجزاء تحديدا وتقلق فيه عدد من اللاعبين بالمناسبة من ضمن الناس اللي ظهروا بشكل كويس جدا جدا في تدريب اليوم محمود عبد المنعم كهرباء وده راجع للحماس الكبير جدا جدا في التمرين اللي ظهر عليه كهرباء بعد الازمة الاخيرة وبعد ما خلاص الدنيا تلمت واللعب بقى موجود وعافى عنه كولر وكابتن محمد رمضان المدير الرياضي والكصة انتهت وبعد تدخل عدد من نجوم النادي الاهلي الكبار وكابتن الفريق فاللاعب عايز ايه عايز يعني عارف انت ما تكون راجع بحماس شديد اوي 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 النهاردة كان ده الحماس اللي موجود عليه كهرباء في تدريب الفريق اللي حاربكم شايفين لقطات منه كبر الصورة يا صلاح لان النقطة او اللقطات دي بتكون مهمة جدا بالنسبة للجماهير والناس عايزة تخش في الاجواء بشكل اكبر وانا عارف اكيد نمهور النادي الاهلي دلوقتي قاعد على اعصابه بشكل كبير جدا بخصوص هذه المباراة اللي عمال دلوقتي بقي ساستم يومه بكرة حيمشي ازاي وموعيده يزبطها على معاد المطش اللي حيكون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وحتكون مباراة بحضور غفير جدا من جماهير النادي الاهلي اللي حيأزروا فرقتهم واللي حيكونه اكيد كل الاحترام والتقدير لفريق بيمثل دولة شقيقة جدا هي دولة الامارات فريق بيمثل قارة اسيا وهو فريق العين الاماراتي اللي دايما العلاقات ما بينه ما بين النادي الاهلي على افضل ما يكون على افضل ما يكون وفي الحقيقة دي حاجة بتميز النادي الاهلي يا جماعة بصراحة النادي الاهلي بيبقى حريس اشد الحرص انه هو دايما 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 بيكون عايز التعامل والعلاقة ما بينه وما بين اي نادي في افريقيا في اسيا في اوروبا في اي حتة في الدنيا وبقول في اوروبا برضو نظرا للمشركات الاهلي العالمية في كلاس العامل أندية ولعب ريال مدريد لعب البايرن وأندية كبيرة حتى في أمريكا الجنوبية كان فيه تعاون بشكل أو بآخر فده حرص نادي الأهلي دائما وأبدا أنه هو يوطد علاقاته بكل الأطراف اللي بيقابلها في أي منافسة شريفة طبعا ومنافسة رياضية كبرى فده أمر بيكون مهم بالمناسبة بالمناسبة أنه نحن نرى لقطات الفريق النهاردة والتدريبات النادي الأهلي واضح عليه التركيز الشديد واضح عليه الحماس الكبير جدا عمر كمال عبدالواحد أصبح جاهز 100% بعدما كان عنده بعض الألام وأنا كده بقى أحاق طمينكم على الإصابات أو الإجهادات لأنها وصلتش لمرحلة إصابات بالنسبة للعاب النادي الأهلي أطمينكم على لعب لعب عمر كمال عبدالواحد كان عنده إجهاد في العضلة الأعلى الرجبة مباشرة أنه هي أسفل العضلة الأمامية عضلة كده ليها اسمه معين فالحمد الله تم التعامل مع الموضوع بشكل كويس وأصبح جاهز بشكل كبير لخوض اللقاء غدا بس أقول لكم بالنسبة كبيرة عمر كمان مش هيكون أساسي لأن فكر كلها رايح في التجاه تاني وهتكلم معكم على التشكيل المتوقع كمان لأنه ده أمر مهم بالنسبة لأشرف داري جاهز 100% أشرف داري جاهز 100% أنه يخوض لقاء الغد بس برضو هيكون دكة بنسبة كبيرة جدا لكن المؤكد أنه هو جاهز في ظل كمان غياب يوسف أيمن اللي احنا انفرضنا بغياب وتبقى للبروتوكول المتبع في حالات الإصابات والارتجاج فبالتالي انت محتاج واحد زي أشرف داري يكون موجود طمامش هبتدي أساسي يكون موجود دكة في ظل تقلق رامي وياسر هما اللي هبتدوا بكل تأكيد هذه المباراة بالنسبة يوسف أيمن النهاردة كان موجود برضو في الملعب لمؤذرة زميله ودعمهم وأكيد هيكون موجود بكرة في المباراة من خلال المدرجات وفي حالة رضا كبيرة جدا عند مسؤولين في النادي الأهلي عند الجهاز الفني عند الجماهير بالمستوى اللي ظهر عليه يوسف أيمن في مورات السوبر أمام نادي الزمالك وفي الحقيقة مستوى مبشر للغاية